شعيب، أماني، وسارة، عينة من خريجي جامعة قلمة الجدد التقوا اليوم بعد حوالي شهرين من استرام شهادات تخرجهم لتبادل النصائح والمعلومات حول طرق البحث عن الشغل اجتمعت مع زملائي وزميلاتي عضاء نوادي علمية وثقافية في السابق كانت جمعنا هذه الأنشطة الثقافية والعلمية بشكل ممنهج نديره فيش تكنيك بطاقة تقنية وندرسوا إمكانياتنا وش نقدر نديره نفس الشيء بربي إن شاء الله حاولنا نطبقوه بعد تخرج لتوفير منصب عمل سواء في الوظيف العمومي أو في الخاص اليوم كان لنا لقاء من أجل تبادل الإرشادات الأفكار ممكن هناك تكون مؤسسات ما نعرفوها مش حبينا نعرفوها ممكن هم عندهم أفكار فيتين بيهم سجلت في المكتب التشغيل لعنام وحاليا خدمت سي في سيرة داتية وحطيت على مستوى المخابر في غالما تخص السعي مربوط يعني بمؤسسات معاينة يعني فرص محدودة من لسبة تخصات الأخرى يعني عندهم فرص يعني يمكن تكون أكتر منها هؤلاء هم عينة من مئات الجامعيين بولاية غالما الباحثين عن فرص شغل تتنسب مع تكوينهم الأكاديمية يقابلهم قلة عروض العمل الموجهة لحاملية الشهادات الجامعية عدد طالبي العمل خلال السوداسي الأول لسنة 2023 بلغ 43.150 مسجل على المستوى فروع الوكالات التشغيل الموجودين عبر الولاية منهم 12.367 جامعي أي بنسبة 29 بالمئة أما بالنسبة لعروض العمل خلال هذه الفترة بلغ على عدد 1556 عرض وقامت الفروع بتنصيب 10.36 منهم 121 جامعي أي بنسبة 16 بالمئة من التنصيبات المحققة لتبقى ولاية غالما بحاجة إلى توطين مزيد من المشاريع الاقتصادية في مجالات متنوعة ترفع مؤشر فرص تشغيل الشباب خاصة منهم أصحاب تكوين الجامعي في مختلف التخصصات موسيقى